أعربت وزارة الخارجية عن تأييد وتضامن الجمهورية اليمنية التامي والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضاع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية وشددت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه على حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها مجددة مواقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعيا ومستدام لقضية الصحراء المغربي على أساس من التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق